بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم معاكم شادي عبدو من شركة point trader group هنلقي نظر سريع على تحركات الازواج في نهاية هذا الاسبوع تحليل ده خاص بيوم الجمعة خلا نشوف ايه ممكن يحصل في نهاية التدولات لهذا الاسبوع ان شاء الله تعالى ولكن حيبقى مرتبط الكلام ده بالفيديو اللي احنا عملناه في بداية الاسبوع اللي هو كان يوم لاثنين لو لاحظنا هنلاقي ان الزوج اليورو مقابل الدولار الامريكي على الفاصل الزمن اليومي مكمل في هبوطه زي ما توقعنا كان عندنا سيناريو يقول ان هو باستمرار التدول اسفل 1.1235 ده ممكن يدفعه المزيل من الهبوط الى 1.10 بالفعل طبعا احنا في طريقنا للمستهدف النهائي حاليا الزوج عنده 1.55 ولو نزلنا على الفاصل الزمني للاربع ساعات حنلاقي ان فيه خط اتجاه صاعد تم كسره وبالتالي ده بيعزز فكرة الهبوط هنا فيه ارتكاز التاني ونقطة الكسر كانت هنا والبولباك او عدد الاختبار ممكن تبقى في المنطقة دي وعدها يبدأ ان هو يكمل هبوط ان شاء الله تعالى ولكن هو سلبي زي ما قلنا باستمرار التداول اسفل 1.1235 حاليا مفيش مكان لدخول السوق ولكن احنا بنقول ايه بنقول ده استكمالا للسيناريو الاسبوع اللي يمتابع معنا من الاسابيع اللي فاتت هيقدر ان هو يكمل في الصفقة البيعية باطمئنانا ان شاء الله ننتقل بعد كده الى الدهب على الفاصل الزمني للاربع ساعات ده الدهب زي ما احنا شايفين قدامنا حنلاقي ان هو بيتداول في حيز دي يعني الحيز اللي قدامنا ده والمنظر اللي قدامنا ده تحديدا ما بين الف وخمسمية سبعة وستين لالف وخمسمية اربعة واربعين حاليا ارتطن بالف وخمسمية سبعة وستين ارتد منه هبوطا قبل كده هنا في المنطقة دي كده تحديدا هنا وفي احتمال ان هو يرجع يكمل تاني في هبوطه يصل الى الف وخمسمية اربعة واربعين طبعا لازم يكون في دايما معك سيناريو بديل ان الاسواق مش بيدينا ولكن احنا بنقرأ اللي موجود على الرسوم البيانية وبنحاول نكتهد في فهم الحركة المتوقعة لو لاحظنا هنا حنلاقي ان في حالة كسر الف وخمسمية سبعة وستين صعودا ده ممكن يتفعل الصعود الى الف وخمسمية خمسة وسبعين خلا نحط رنج قريب ما نستهدفش المستوى المقاومة اللي هو الف وخمسمية سبعة اللي هو تقريبا يعني اقرب مستوى مقاومة له بعد كسر الف وخمسمية سبعة وستين فاذا ده السيناريو بمبساطة شديدة بالنسبة للذهاب ننتقل بعد كده الى الدولار الكندي اه الدولار الامريكي مقابل الدولار الكندي هو يعني على قرب من مستوى اه مقاومة قوي اللي هو واحد فاصل واحدة وثلاثين خمسة وسبعين المنطقة دي كده حديدا طبعا في سيناريو ممكن يكون غريب شوية اللي هو فيه راس وكتفين غير النموذجي هنا الكتف الاول وهنا الراس وهنا في احتمال يكون ده الكتف التاني وبالتالي ينزل الزوج او يحصل فيه هبوط بعد ارتطمه بواحد فاصل واحدة وثلاثين ستة وسبعين اه يحصل فيه هبوط الى ان يصل الى تقريبا يعني نفس مستوى الكتف الاول اللي هو عند واحد فاصل واحدة وثلاثين تقريبا يعني اه في الرنج ده واحد فاصل واحدة وثلاثين عشرة اه في حدود المنطقة دي طيب لو كسر واحد فاصل واحدة وثلاثين ستة وسبعين صعودا حيلاقي قدامه ببساطة شديدة اه خط الاتجاه الهابط الموضح قدامنا حيبقى برضو نتكلم في الرنج اللي هو واحد فاصل اثنين وثلاثين اه خمسين تقريبا يعني حيبقى برضو ايه الموضوع اه قريب واحد فاصل اه اتوني وتهيتين ستة وتلاتين واحد فاصل اتوني وتهيتين خمسين في الرنجة ده كده يعني ننتقل بعد كده الى اليورو الاوروب feeds مقابل الليرات توركية طبعا التداول اه خلال الفتر اللي فاتت دي ngh�� evenoku الليرة تركية هنلاقي ان هو في رنج دايق خالص يعني ايه. لو لاحظنا هنا هنلاقي ان هو بيتداول اسفل منطقة ستة فاصل اه تسعة وستين خمسين. اتكلمنا عليها قبل كده. وقلنا ان المنطقة دي مهمة جدا قدام الزوج. ارتطن بها. وبعدها آآ آآ يستكمل غبوطه بقوة. وحاليا بيتداول اسفل ستة فاصل واحد وستين ستاشر. وده برضه بيمثله آآ مستوى مقاومة قوي. وبالتالي ممكن يدفعه مرة اخرى لغبوط الى ستة فاصل آآ خمسة وخمسين ان شاء الله تعالى. ولكن آآ او يعني كمستهدف اول ستة فاصل خمسة وخمسين وعدها ستة فاصل خمسين. ولكن يشترط آآ استمرار التداول اسفل ستة فاصل واحد وستين آآ آآ ستين. لو حصل تجاوز المستوى ده صعودا ستة فاصل واحد وستين آآ 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 ده ممكن يدفعه زوج كده معنا اللي هو الاسترليني. اه وهو من الازواج المهمة او اللي الناس برضو بتهتم بيها. عشان هو من الازواج الرئيسية. اه لو لاحظنا هنا على الفاصل الزمني اللي اربع ساعات. حنلاقي ان الزوج بيتداول داخل حيز اه يعني ديء ولكن واخد شكل اه متماثل شوية. اللي هو بنسميه مسلس متماثل. لو جينا هنا رسمنا الاضلع بتاعته هنا من فوق. وهنا من تحت كده بالمنظر ده. فازن هو يعني كل ما بيقرب يصل الى النهاية المسلس. ده معناه ايه? معناه ان ممكن يحصل فيه انفجار سعري وشيك. انفجار سعري ممكن يكون لفوق ممكن يكون لتحت ولكن هو بيحدد حسب منطقة الاختراك. يعني هو لو اخترق لفوق. فازن هيبقى المجال مفتوح قدامه الى ان يصل الى المستوى واحد فاصل ثلاثة وتلاتين. وفي حالة كسر المستوى السفلي اللي هو المنطقة دي كده. ممكن على الاقل يصل الى منطقة الدعم دي. اللي هي اقرب منطقة الدعم هنا. اللي هي تقريبا عنده واحد فاصل تسعة وعشرين. ولكن زي ما قلنا الموضوع ده يعني فيه شرط اساسي فيه ان هو يخترق اه اه ضلع من اضلع المنطقة او الحيز الداية اللي موجود قدامنا على رسم داني. اتمنى يكون تحليل واضح وتمنياتي بالتوفيق لجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.